السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا متابعين الكرام اليكم هذه النشرة الجوية الخاصة بتساقط الأمطار والثلوج ابتداء من الاثنين إلى غاية يوم الثلاثة بحول الله تعالى سنشرح لكم كما نتابع معكم في الصورة المناطق المعنية بتساقط بعض الثلوج بحول الله تعالى وهذا يوم الغد الثلاثة الثاني عشر من شهر فيفري بحول الله تعالى نبدأ متابعين الكرام وكما نتابع معكم في الصورة المناطق المعنية بالثلوج هي كولاية باتنا متابعين الكرام بعض المناطق من ولاية باتنا معنية بالثلوج كما نتابع معكم في الصورة كمنطقة ودى الطاقة ثم الطوب بالإضافة إلى الشمول والريس بحول الله تعالى بالإضافة إلى جبال الأوراسة المناطق أيضا متابعين الكرام تابع لولاية خانشلة معنية ببعض الثلوج كمنطقة يابوس بالإضافة إلى شيليا وبحمامة متابعين الكرام كما نتابع معكم في الصورة ننتقل إلى وليد سوق هراس وبعض أيضا المناطق منها معنية ببعض الثلوج كمنطقة بوحشانة وعين الصندل كما نتابع معكم في الصورة متابعين الكرام ننتقل معكم متابعين الكرام إلى ولاية أيضا قسنطينا بعض المناطق منها معنية بتساقط بعض الشراء الثلجية كمنطقة عين المالحة التي سوف تشهد بعض الثلوج بحول الله تعالى بالإضافة إلى الأمطار متابعين الكرام وكمان نتابع معكم في الخريطة ولاية ميلا كمنطقة بوحاتم بالإضافة إلى دراجي بوصالح هذه المناطق هذه المناطق متابعين الكرام سوف أيضا تشهد بعض الثلوج بحول الله تعالى ننتقل إلى ولاية الصطيف وشمال ولاية الصطيف معنية بتساقط بعض الثلوج بالإضافة إلى الأمطار مع ولاية أيضا بيجاية متابعين الكرام كما نشاهد معكم في السورة وجنوب ولاية بيجاية إلى غاية الحدود مع ولاية الصطيف هي معنية أيضا بالثلوج بحول الله تعالى سنوافق متابعين الكرام بجديد حوال الطاقس وجديد تحديثات والنماذج المباشرة بحول الله تعالى فقط كونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر